اعن Jungov لا نعرف كيف نحوص الجواب فيه في جميل يسير جداً لكن نستشير القرآن الكريم قالك كيف تقرّب اللّ حبّت إلى الله فيما بقي أي من عمره بحسب مراحل عمرين صح هذا هو حقيقة السؤال وهذا الذي يجعله سؤالاً أكثر تحديداً ويعطيه أهميته لأنه فعلاً هناك فرق في فرق بين القربة من الله تبارك وتعالى في حق شاب شاب لسه في مقتبل عمره وعزب لازم نكون واضحين الشاب هذا على فكرة لما يسمع مرات بعض ما نقول من كلام احنا وامثالنا ممكن يعني يخامره يأس وبتحدث عن الإخلاص والصدق وكذا انا بحب أن أرى بحب أن يشوفوا للناس يعرفوا مقامي يعرفوا تفوقي يعرفوا إنجازاتي تحدثوا كإخلاص وما إخلاص معناها أنا إنسان لا 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 قلوا ما تخافش ما تخافش ربنا عارف هذا وألا يعلم من خلق وربنا عارف أن الشاب فيه هذا الضعف كل شاب طالما أنت في مرحة الشماب يكون عندك توقان وشوق من صعب مقاومته ستعاوذ قومك مؤمن صادق لكن صعب أنت تتغلب عليه لماذا؟ للظهور وإبراز الحيثية وإننا عندي قابليات وعندي نجحات وعندي إمكانات وشفوني وكذا وتستعرض الشباب هو هيك هذا بقدر تفهمه ومشتازم من زعج إحنا كمربين سواء كنا آباء أو أمهات أو مشايخ أو عاظ أو أي أن كان من شباب عندهم النزعة هذه كل شاب عندهم هذه النزعة بصراحة قل أن تجد من ينجو منها بحكم المرحلة العمرية لكن وين المهلك؟ تلاقيه ابن أربعين سنة أو ابن خمسين فضلاً ابن سبعين وثمانين وعنده نفس النزعة يعني مصيبة كبيرة وين يا مولاناً أنت؟ وبصلي وبصوم وقد يكون من الشيوخ والعلماء وكبر على حفة القبر ويحب الظهور ويحب الرياء وأنا شيء مقرف وهذا بأكد أنه هذا بعيد 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 الصلاة عن الله عز وجل ما اتصل حبله بالله حقاً للأسف للأسف كان مفرد يتجوز هذه المرحلة من زمان ويقول من وين جبت كلام هذا من صورة الحديث من القرآن الكريم إنما الحياة الدليا لهب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب هذه الآية المعجبة وشرحتها في أكثر الخطب عبر السنوات الآية المعجبة الغريبة كلام رب العالمين هذا الترتيب مستحيل هذا الترتيب إلهي ولولا أن الله علم محمداً سره بالحريق أن يكون علمه مستحيل لمحمد وغير محمد كبشر في هذه الأشياء خاصة في ذلك العصر ومصحيح طفل الصغير ابن سنتين ثلاثة أي شخص يعرف من الدنيا لعب صح ولا بعدين لما يراهق البلوغ وفي بداية البلوغ لغ العربي دقيقة قبل برحة البلوغ في حاجة يسمها المراهقة المراهقة هي الاقتراب يعني يقترب من البلوغ وطبعاً تبدأ في الجهاز الاندوكريني هذا الهرمونات يعني وخاصة الجنسية هذه تبدأ تستعد للانطلاق هي بتنطلق من هنا يصير انقلاب ثورة حقيقية في الإنسان ليس فقط بدنياً وسيكولوجياً وعقلياً ومسلكياً وتصورياً بصير إن كائن آخر ينكره أبوه وأمه ليس هذا ابني الغلبان الطيب الحبو بالأم طبعاً هذا يصير شيء آخر تخيل هنا بصير فيه اللهو فيه لعب هنا فيه اللهو يؤمن اللهو ممزوج بأشياء لها علاقة بالجنسين لها علاقة بالتمرد على القيم على الأشياء وكذا طبيعي بعدين بصير الشباب بصير بصير بنت 18 20 23 هذه مرحلة الشباب ماذا هذه المرحلة؟ طبعاً كيف يدعون لك الساكسوكا 100% لا يرضى حتى بشغلاتنا هذه النازلية كذا كذا والسالف هنا والحلقة والشغلات وليس عارف بوس وليس بوس هذا وأرماني وشغلات وشاب تجده مسكيني يا حرام بش من أبوه المثير وشحتي وشترك فيه شغلات غالية كثيرة زينة يتزين الشاب يحب شغلات هذه وخاصة قدام الجنس الآخر وحده قدام أصدقاء الشباب فلما تجد شاب لا يعب الزينة ليس طبيعي هذا هناك خلل تربية ونفسية لا شاب طبيعي هو هك لا تزعرش منه لا تزعرش منه مرات منشوفها الناس الكبار عاد مساكين هذول ونس أنه كان شاب وكيف كان يأتي ونكر على ابنه أو على من يعرفه يعني ابن من يعرف أنه لماذا أنت حلق لحلقة هذه لماذا لا بس هذا الله يأخذ زمانك راح زمانك انتهى هذا زمن ابنك وزمن ابن أخوك خصص ألف لا تحملوا أبناءكم المعام علي قال على خلائقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم هم غير اليوم وإنت مجدال عن الصراعات هذه الموضات هذه الحلقات والقصات واللبسات والكعب والبنطلون والليلي ليست مبين شيء رهيب البراطين السعدانية شيء غريب وكذلك مبين ظهر ومبين هم هيك هذا شيء ثاني وعنده بالتقنيات الجديدة طبعا التي هي شركة قبل هذه التفاحة وشخلات عالم أخر ما عشنا هوش عادي تحمل وهذا ما معناه ابنك فاسق وأنه هوائي لا هو يعجي زمانه وداخل مرحة الزينة هذه بعدهم تأتي طيب الشاب هذا 24-25 خلص الجامعة ولا مصحيح سجل ماجستير ماجستير في أي علم إنساني في علم بحث في أي شيء عمل ماجستير طبعا دائما وحفلة الماجستير وتعالوا وبنفخ كلها إنه ماجستير وسجل للدكتوراه جامعة كذا في لندن مهمة جدا من هم الجامعات تقبل من كل 3031 وأنا واحد منهم حلو افخر ابجح وتفاخر يبدأ يتفاخر مسكين وعملت دكتوراه ومسجل دكتوراه ثاني كمان في علم آخر حاول وبحث على الفيس تبعت وكذا وضع شهادات وبصور وبصور يتفاخر ما تزعلي منه ما تنزعج شاب هذه المرحلة أيضا بحث وحتى ترك الشباب الحيني ولسه عنده التفاخر أنجز أنجز شهدتين عمل كذا مش عارف إيه طيب حلو بعدين دخل في التكاثر الحين صار لا عادي بدنا نتكاثر مش مجرد أننا عملنا إيه الزوجة والشهادة العليا والسيارة لا صار عندي بيتين صار عندي قاصر يبدأ التكاثر تكاثر وكأنه عيب دولنا وبعدين بعدين نلعبنا ولهونا وتزيننا وتفخرنا وتكاثرنا وبعدين الموت من ورائك الموت ستموت مش أنت مخلوق عشان